ازاي ايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وفي احسن حياة النهاردة جايلكم فيديو جديد ان شاء الله كده يا رب ينول اعجابكم اهم شي بقى ما تنسوش اخطوكو كده بعد التعب والمجهود الجامد اللي انت هتشوفوه النهاردة ده في الروتين الجميل جدا ده تنسونيش بقى في اللايك وفي الكومنت اللي بيسايد قلبي ربنا يا سايد قلوبكو يا رب طبعا شايري بقى كده الفيديوهات لاصدقائك يا اختي هو وعي تنسي اللايك ايه وعي تنسي اللايك لليف وجيلك ماشي انا لسا عاملة مجهود جامد ومش قادرة ان انا لف وجيلك اه المهم بقى نسايد كده الصبح كده مبسوطة طبعا انت عارفين بقى انا فرحانة ليه ومبسوطة ليه وربنا يدمها يا رب علينا الحمد لله فكنت قايمة بقى متنشطة وكنت يعني اللي عدو كان عندي كسل جامد جدا من ناحية الرسيبشن عايز اخلصه فقلت بقى لأ النهار ده يا انا يا هو عايز اقول لكم بقى قمت كده الحمد لله ربنا عني وقويني آآ وبعد كده قلت ايه انضف الرسيبشن وخليه زي الفل روتين حلوة جدا وهشجعك سبت الكل وما تنسيش بقى في احلى لايك من ايديك قمت بقى عملت الفطار وكنت جايبا لهم شوية بقى ايه ارائيش على شوية بتيهات كده الكلام ده وقلت ايه تغيير كده رغم الميئة يعني انا ماليش في الفطار دوت قوي ما اجدبش عليك يعني بحس كده يوقتي بيموعة نيبسي يعني عايزين شوية فول حتتين طعمية بقى كده بيانت في اماني بيزبطوا كده الانفوخي بتاعي فقمت بقى ايه قلت اعمل لهم كده تغيير وبعد كده اقوم اجري على الريسبشن طبعا بعد ما شربت الكهوة بتاعتي الجميلة وزبطت كده الاداء عايز اقول لكم بقى كل الدنيا اللي انتم شايفينها قدامكم دي هتتتغير خالص وفي اخر الفيديو ان شاء الله انا هعمل لكم ايه جولة كده ان شاء الله يأجبكم عايز اقول لك بقى تشوف الفيديو ده تتنشطي كده وتتشجعي وتقوم تشوف اللي وراكي طبعا كل الكلام اللي انتم شايفينه ده من العيد وانا فرشاية فقلت لأ النهاردة كده انا هزبط الدنيا دي كل الحاجات اللي في الارض دي هتغسلها طبعا اللي هو بديل السجاد دوت انا بحطه ليا الحافظات بديل السجاد في الغسال بخسله في الغسال اما بشلش همه هنا بقى انا فضيت كده الاكسي جبت اكسي كده المرة دي عامنا عمالة ايه اغير كده في انواع المسحوق وعمالة اشوف انهي اللي احسن انهي اللوفر انتم فاهميني بقولكم الصراحة يعني فعايزة شوف بردك اكسي بينظف ولا ايه يعني نشوف ايه نشوف نشوف يا اختي ما قرناش حاجة فجبت بردك كده ايه اه واحدة كده كبيرة مجيه دوبك مريتلي العلبة على اخرها عشان انا عارفة ان هيبقى عندي غسيل كتير النهاردة وكان عندي شوية مسحوق بسيط جدا اه هخسر بقى الحاجة بتاعت الارض وكل اللي 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 صالح على النبي يا رب الحاجات اللي هي على الكنب وكده الكفارات اللي على الكنب دي كلها انا هشيلها وقلت بقى ايه ههوي الشقة النهاردة يعني هتشوفوني بقى هعمل تغيير كده بسيط بص بقى يا جميع الناس اللي بتقول ايه والله يوافق نفسها غير والله يوافق نفسها جيب نفسي اعمل بصي من الحاجات اللي في شقيتك كده ممكن تغيري وتفرحي نفسك ويه ما ببصيش كده انا عايزة انا فهمك والله بتبصوا كده على بعض فيديوهات بيجيلكوا احباط وتقعدوا تقولوا ايه احنا ما بنجيبش زي فلان ما بنعيدش زي فلان لا اقولي الحمد لله ان انت بخير وعيالك بخير وتقدر ان انت تغيري من الحاجة اللي في شقيتك يعني انا النهاردة غيرت معاكوا استتاير ديت بس مش اجيب جديد والله وغيرت معاكوا الحفظات اللي في الارض بس برضو مش اجيب جديد كله من الشقة من عندي بس حبيت ان انا افرح نفسي كده وكنت اقيمة زي ما بقولوكم الحمد لله كده مبسوطة اني ربنا يعني عداني كده من المرحلة اللي انا كنت عيشة فيها اليام اللي فاتت الحمد لله فقلت بقى اللهم صالح على النبي كده اقوم واغير كده في بعض كده الحاجات اللي في الريسبشن بالنسبة للحفظات للستاير الكلام ده كله وكل الحاجات بقى اللي على الكنب الفرش ده كله كل الحاجات دي عايزة تتغسل فقلت بقى على مهلك يا بيتش وفاق واحدة واحدة هشيل بقى استاير دي كلها اخسلها وطبعا اللي هي البيضة ديت انا اخدت الدبل اللي فيها وكده وشلتها عشان ما اضيعش مني عشان هرجع حطها تيني يعني انا ما عنديش الاستطارة البيضة ديت عادي باخسلها وارجع حطها تيني طب ما بتتدايقش يا وفاق لا طبعا ما تدايقش الحمد لله ممكن اجيب حاجة تيني بس كده كده هي يعني هركنها ليه فبحطها في النص يعني انا مش بفردها كمان ده انا بحطها منظر كده في النص فعادي لو ما عندي كيستاير تاني انا كنت بعمل الاول كده اخسل استاير واقوم حطها تاني زي ما هي بتنشف حتى وهي ايه على الحيطة وكده هنا بقى اللهم صالح على النبي يا ربي كده كل بقى الحمشتكنات اللي انتو شايفينها ديت انا عشيلها الناس اللي سألتني على الكفر بتاع الامطري والكنب يا وفاق جايباهم منين من شاهين بكم ديت بقى انا نسيت والله انا كنت اقيل لكم فيديوهات قبل كده بس نسيت يعني انا من النوع اللي بنسى اوي يعني فين وفين لما تلاقيني فاكرة حاجة اسعارها الكلام ده كله انا من النوع النسي اوي والله يا جميع فما عليش حقوقوا علي والله لو بنسى الاسعار بس برضك عايزة يعني الفت نظركوا كده الحاجة مثلا انا لو جايبا الحاجة ديت من سنة من كم شهر مثلا الاسعار ما بتفضلش زي ما هي لا بالعكس بس برضك الفت نظرك لحاجة تاني لو انت خدت بالك من العروض بتاعت شاهين عايز اقولك والله بيعمل عروض حلوة جدا جدا على حاجات كتير اوي يعتبر على كل حاجة بتبقى موجودة عنده بتلاقي عروض يعني فلو تبعتي كده هتقدر ان انت تجيبي حاجات في شائطك كده بسيطة ممكن من جمعية صغيرة وتفرحي نفسك كده هنا بصوا للكوباية ديت يعني المياه اللي فيها تفضت وكانت هتقع مش اخد بالي بقى اشيلها قلت اشيلها وانستها بس الحمد لله ما اتقصرتش اصلاها كوباية زيزي يعني اللي عالت ربيزة عافش اخدت بالكم هنا ولا لأ فلو خدت بالك من العروض اللي بيعملوها انا كنت جايبة الكوفر بتاعي الانطري والكنب كان ساعتها في عرض يعني كان ساعتها في عروض جميلة حتى الستالي اللي هي بتاعت ايكية دي من عنده وبردك كان في عروض ايا وفاقوا انت بتستني العروض ماستناش ليه ولا عيب ولا حرام عادي انت بتضبري وتوفري لبيتك وبتحاول ان انت تجيبي حاجات وما تزنقيش نفسك وفي حدود المعقول برضي يعني في حدود المعقول آآ ممكن اوفر كده من مصروفي ميتين تلتمية جنيه اخش بيهم جامعية كل شهر عادي اقض منهم مسلا تلات تلاف تلات تلاف ويه عايز اقول لكم دول ملولي الشقة حاجات يعني انا جبت الكفر بتاعي الانطري والحاجات ديت والستاير وجبت الحاجات اللي في الارض من كل ده من التلات تلاف ويه لو تفتكروا كلمتوكوا على الكلام ده كتير طبعا احنا في ظروف ما يعلم بقى الله ربنا ما يفعش ان انت تقول ايه انزل اجيب حاجة والكلام ده كله لأ خصصتي كده من مصروفك ولو اوفر ايه في الشهر مسلا ميتين تلتمية جنيه كل شهر وادخل بيهم جامعية واجيب كل فترة اللي نفسي فيه مسلا عايزة شوية ورد عايزة بتاع ديت الله مصالحة عايزة شجرة تحطيها كده اخضريكة كده امر كده تنور في المكان تغير استاير فلو تعمله كده انا نفس انا ماشي بالطريقة دي يعني اللي حابب يعرف طريقتي ايه لان طبعا الظروف ما تسمحش ان انت تاخدي كم الف وتنزلي جيبي بيهم حاجات لأ حتى لو معاكي ممكن ينفعوكي في حاجات تانية تبقي محتاجة فيهم المبلغ ده فلما تكوني مخصصة كده من المصروف فيك مبلغ حلو والله هتجيبي حاجات وتبقي مبسوطة وتقولي يا انا جبت ده كله من الجامعية الصغيرة ديت لأ هتجيبي طبعا فدوة احسن لك انا ماشي بالطريقة ديت اه ممكن مسلا انا جيب خاتم اجيب دبلة كل فترة كده عملي جامعية صغيرة وجيبي منها حاجة بسيطة والله لو لو مشيتوا على الكلام ده هتطبست كتير واسمعي الكلام بدل ما لف وجيلك متتعبنيش معي انا تعبت يا جدعان كل يوم اقول لك هلف وجيلك هلف وجيلك قولي انت ولا بتيجي ولا بنشوفك يا وفاة اي انا اعدت حك والله العزيم متعودت هلف وجيلك يا وفاة اقول لكم خلاص الطيب احسن طيب احسن يا جميعا طبعا انا شلت كل الحاجة اللي عالكنب والامطري وكل حبشت كناتي وطبعا بعمل اودي بقى جنب الغسالة وحسن الغسالة بتدعي علي بس طب اعمل ايه اخسن عندي مين لتستحملني مين يستحملني اللي هي فطبعا باخسل جزء كده بالنهار ويكون ارتحت كم ساعة ارجع اخسل ايه جزء بالليل عشان انتو عارفين الغسالة بتاعتي اصلا بتتلكك الغسالة بتاعتي بتخليني كل فترة شد الشعريطين اللي حلتي يعني وانا كده كده يعني هي قربت تجيب لتخلف عقلي يا جدعان وانا اليوتيوب اساسا يعني فاضل برج بسيط كده من اليوتيوب اللي بشوفه من فمش نقصين يعني مش نقصين كفاية علينا الغسالة واليوتيوب علينا هنا بقى نبليم كل حاجة من الارض والكلام ده كله بقى انا وبص لقيت البوفهات دهت محتاجة انها تتلمع قلت ايه اثناء ما بلمع الحاجة بالجلانس وكده ديوم تلميع يعني خلاها زي الفول يعني اني بيلمع الحاجة يلا بقى يلا قمي نظافي وبخاري وخميسي وعملي اللي انت عايزيه تمام تمام طبعا بقى انا قلت ايه بص يا بيتش وفاية طيبة احسن واعالي اعالي يا بيتش وفاية ايه بقى قلت ايه كنوسي كده كان ساحل ومحترم وبراحة ولما عي بس بالشرشوبة كده ما ما تكبش ميا كتير ما عرضتش بجد بجد ان انا اهضر شوية في الميا النهاردة لاني قلت ايه انا عايز اخلص لما برش ميا كتير انا بلمعها بالعافية برضو يعني بحس انها سهلة برضو علي بس ايه بلمعها بالعافية انا قلت كده اسهل لاني عيالي كانوا موجودين وطبعا مسكني كنده بالعافية يعني اشوفوا في اخر الفيديو بقى لما اديتها شاور وخرجتها صح يا كوكي? طح. طح. لا سمعيهم صح يا كوكي? طح. طح. يا خلابي على طاح وجمالها يا ناس. قلهم حطوا لايك. 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 حطوا لايك عشان كان ده هو بقى اسمه لايك اليوم انده. حطوا لايك. احلى كوكي في الدانية. هم بيحبوك قوي. ام. انت بتحبيهم? ام. كتير? ام. قد الدنيا? ام. بتاكل عملا ام ام عشان بتاكل. دخل يا تفسى. يا بنت المت دايقة. مم بقى ايه? انا خلصت وهي ايه? بنت المت دايقة دي. اتطلق تلعب بره. وعدت اقول لها خلص بقى اخذي راحت. كل لما تخرج ام. اخش جوا يا كنده. عارفين بقى. كلنا بنقعد نصوت والنادي ايه على يعني. يا بنت سكت يا ودي سكت. كل لما تخرج اخش جوا يا كنده. كده. فكهربتها قبل ما خلصت يعني. بس بخاف عليها طول ما انا شايلة الشيلة ديت. وبالزاد في مياه وكده. آآ ببقى خايفة يعني. آآ فلما اعت كده بمنتهى الاحترام وبرحة واحدة واحدة كده على ايه? على مهلينة يعني. آآ حطيت بقى شوية ديتول كده محترمين. آآ قبل كده اقولت لكم الديتول اللي انا عاملاه جميل ومش عارف ايه. حد جديد معايا قال لي يا وفاق بالله عليك بعملي معنا ديتول واريني بتعملي ازاي يا حضر. يخلص بس. وآآ هعمل معاكو تاني المرة الجاية. كل حاجة هنعملها مع بعض. طبعا كنت مبسوطة ساعة لما عملت معاكو قشر اللمون. ولقيت عجب بعض ناس كتير. آآ طبعا اكيد انتو جداد معايا لان انا من بدر اصلا بعمله على طول مع المتبين. من بدر جدا يا اختش. يعني قديمة قوي قوي قوي. المهم بقى لما عتي هنا كده. انا عايز اقول لكم السراميك بتاعي ما بيبقاش بتبهدل او الحمد لله بس بيبقى فيه الترابة ايه الخفيفة تحت الكنب والكلام ده كله. فما ببقاش مرتاحة نفسيا ايه لما بقى ايه انا اضف التنظيفة لامر ديت. طبعا انا عمل اختلاف كده مع بعضينا طالما وفاق شالت انتو عارفين. بصوا معنا طلعت الانطرية كله فوق كده حوالين الشاشة. اهو. تمام? تمام. طبعا الشكل كده مش هيعجبكو بس زبوره. زي بردك ايه ما حطيت الكنب وعملت كده اختلاف ساعة اه قبل العيد كده. وقلت لي يا وفاق ما كانش عاجبنا الاول بس بعد ما فرشت لقينا الشكل جميل فزبوري علي. تستعجلشي قلب اختك بدلا ما اجيل. اه انا بسجل لكم الفيديو وانا قريبة من البلكونة. فاحتمال تكون عاملة واشي. يعني صوت الشارع بقى والكلام ده كله بس غزب عني. الجو حر جدا مش قادرة ان انا نقعد اسجل في القودة اللي جوة. بحس يا اختي ان انا نفس بيديء بالبطيء. تفاهم? اه والله بطيء يا وديء. فقلت لأ. لأ. خليني كده يعني احرى. انا بني ادماء يا جدعي. انا بني ادماء. حطيت اللايك على اختك وصلت على النبي كده. صلى على النبي يا جماعي عليها افضل الصلاة والسلام. وحطي لايك جميل. طبعا انا بحاول اليومين دول ازل لكم الفيديوهات بالنهار. لاني انا لاحظت اني يعني انتو بتحبوا اكترية المتابعين بيحبوا الفيديوهات تكون بالنهار. انا كنت الاول بحب انزلوا الساعة تمانية بالليل. فانا حسب ما بحس ان انتو بتشاهدوا الفيديو. يعني انا اشوف بقى يعني الاغلبية ايه وهنزل الفيديو. تمام? اهم حاجة دوسي على اه بتاع دوات. على زر الجرس. بقولك البتاع دواتدوسي على على زر الجرس. هيطلع لك كلمة الكل دوسي عليها. تمام? عشان يجيلك اشعار بالفيديو في اي وقت نزله. وكمان انا بدأت اقول ايه? طب بالنهار احسن بردك عشان لو مسلا انا هديك طاقة ايجابية تقوم تشوفي اللي وراكي وتتنطشاتي وتتشجعي كده معي. فانتو ايه رأيكو? انتو ايه رأيكو? بالليل ولا بالنهار? بالنهار ولا بالليل? وانتش عاملة ايه دلوقتي? هنلغف انتوكو والله. بس كنت بعشان انا كنت محتاجة شغل عود بخور كده وانسيت بردك ابخر وخمس وخمس وبخر. انتو فاهمين? فواحد دي يفهمني غالط. حد يكون جديد معي طول دي بتخمس بقى وبتخفم العين وكده. انا اخر واحدة خفم للعين. يعني انا باحمد ربنا وبسطيب كل حاجة على الله. تمام? ونعمة بالله يعني. فلا انا انا بهذر معاكم بالكلمة ديت والله يعني. يعني على طول بقولها وبهذر يعني. انتو تفهميني غلط يا اختي. المهم بقى ايه? الصلة بتبقى كبيرة شوية فباخدها ايه? يعني بقسمها كده على مرتين. جنب الباب شوية وعند الكنب كده شوية. هنا بقى انا جبت الكمبيوتر هنا ومش هيبقى ده شكله النهائي طبعا. انا هغير الترافيزة ديت خالص. فهوركو كده بعد اختراعاتي وحركاتي وحبشتكناتي. تمام? تمام. انا ريق ان يشف من رغي في الفيديو يا جدعي. نفسي اسيب الفيديو ساكد كده وعود اتفرج بس. بس هتقوله بقى ايه? عاملنا الفيديو خرصة ولا ايه? المهم بقى انا ايه? قلت احط الحفزات الصغيرة ديت. تبقى ايه? طبعا انا عارفة ان ابو الزياد ما بيحبش الكلام دوت. بس ما عليش يا ابو الزياد يعني اعذرنا. اعذرنا جو حر يا جدعي. فقلت خلها يومين تلاتة اربعة خمسة ازاي ما تيجي معاي. طول ما هو ساكت اسيبها. ينتكلم اغيرها. فقلت يبقى تغيير كده وجو حر يا جماعة مش بستحمل نفرش حاجات كتير والله اصلا يعني. في ناس مش مصريين بيقولولي ايه? يعني من طريقة كلامهم في الكومنتات يقولولي بص يا وفاق احنا عندنا اه طول الصيف ما بنفرشش حاجة خالص. خالص. ولا المشات اللي الصغيرة اللي احنا بنحطها ديت. فانتو يا مصريين بتفرشوا حاجات كتير جدا جدا مش عارفة ليه. فقلت لها في بالي كده انت عندك حق. والله النهاردة لا اعمل زيك وبس ايه? لا نفرش حاجات بسيطة يا اختي ما هاكل واحد حسب ما تعود بقى. اه فقلت هاو الدنيا كده لاني بجد بجد انا بحس ان موضوع الناملي ده بيجي لما بيكوني حتى فرش كتير اه كاتمة الدنيا كده يعني. فقلت هاو النهاردة من غير كافر بتاع الكناب ولا ولا بتاع دوت. ولا القنطرية. فقلت بقى اللهم صلى على النبي كده تغيير. شوية كده نبقى نحطهم يعني. ما مورناش حاجة. انت وراك حاجة? ما وراكش حاجة. خطي لايك بقى ليوميات وفاة كده يا حبيب قلبي اللي ربنا بيحرمني منكو ابدا 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 ابدا. هنا يا اختي لما عتي الشاشة وخليتها امر امر كده وحطيت كده ايه مفرش كده صغر نوني نوني نوني. اهو. بقى انت هتشوف الفيديو تمام? انا هقولك بقى تعملي ايه? ترفعي شعرك زعرورة كده الفوق? اهو والله العظيم زي ما بقولك كده. بتلبس بتاعك? ايوا البس وطلع يجري كده وقولي بنت وفاق نشاطيتي. اهم حاجة رفعي شعرك زعرورة ولبس ماشي? لا مش ستريتش يا اختي. اخد اللغة بتاعتي وتعلميها انت فاهماني? انا ليا كاموس خاص كده معانيا بسي. قولي لي بقى كن فاونك يا وفاق. طبعا انا ما عرفش اخد راحتي زي بقى يا اختي عشان انا بصور يعني. فيلا ربنا يلطف فينا يا رب ويعيننا ويقوينا ويدينا على قد تعبنا دوت. المهم بقى كده انا خلصت فوق وخليت الدنيا زي الفل تمام التمام. وايه? هبتيجي بقى افرش تحت كده. الخدديات بتاعة الكنب دي دي كلها هحط لها بقى الكياس بتاعتها. بس انا قلت ايه? افرش المفارش الاول والزبط الدنيا. كده واعد على مهلي ايه يعملها? عشان طبعا انا كل الحاجة اللي انا غسلتها. ما سيبتش حاجة. يعني كل المفارش الخدديات بتاعة الكنب غيرتلها الحاجة اللي في الارض. وقلت بقى يلا يلا علي وعلى اعداء النهار دي. ايه? تجيدي له ايه يا بيتة وفاق. بجد بجد تنشط وعايز اقول لكم ربنا يا سيدولوك يا ربي ربنا ما يجعل حد فيكو حزين ولا زعلان من حاجة ابدا عشان الزعل وحش جدا جدا جدا. لدرجة انا ما كانش لي نفس اعمل حاجة في شقتي. يعني انا كنت مضطرة بس ان انا شغل القناة بتاعتي فكنت مضطرة الفترة اللي فاتت دي اتنزل في فيديوهات زي ما قلتلكو عشان ما ينفعش ان انا اصيبها كده. فعايز اقول لكم الزعل دوت والله العزيم يكفيكو الشر بيجيبو الامراض وبايد عنوكو يا رب. وطاقة سلبية ويخليك انت مش طيقة لحواليك ولا نفسك تقومي تعملي اكل ولا نفسك تعملي اه حاجة في الشقة فصعب صعب جدا جدا. فاي حد يفيكو زعلان من حاجة خرجي نفسك من اللي انت فيه. هتقول لي يا فاو انت بخرجتش نفسك ليك. انا كان غصبا عني. لان اللي انا كنت فيه كان وقف حال. عارفين يعني ايه وقف حال بايد عنوكو. فكان غصبا عني وكنت بحاول. كنت بحاول انا كنت بزوقي نفسي بالعافية. الفترة اللي عدت دي. انا كنت بزوقي نفسي بالعافية للشغل هنا في القناة. بس الحمد لله ان الله مع الصبرين وربنا قادر على كل شيء. الحمد لله بس تلجأوا الربنا على طول بالدعا وبالصلة واشتكيلوا على طول. بقولي لجواكي وعياتي وقبكي وطلبي من ربنا كل حاجة. ربنا هيوقف جنبك. ربنا هيوقف جنبك والله. وربنا ما يدخل اي حاجة وحشة عليكو ابدا يا رب. والنهاردة حبكة ولا بكة معك دكتورة وفاة. معلش. لقى النهاردة بقى دكتورة في علمي النفس يا اختي. تمام? تمام. حطت اللايك. حطت اللايك. يا ربي ما تحرم منكو ابدا. اه وزي ما بتساعدوا قلبي ربنا يا سيد قلبكو يا سيد ايامكو يا سيد حياتكو كلها يا رب. يا رب والله. نفسي افضل ادعيلكو كده اللي لها تزهق وتقول البنتي جا ندعب الشلط دي زهقتنا. انا مش نقصة يا اختي اخد شلطها اقع فيه. ده انا بتلكك يا قلب اختك. بصوا انا بقى قلت ايه المرة دي انا احط الترابيزة ديتين. انا نفسي احطها كده ما بين الكنب كده مدورة كده ومقورة يا اختي مقورة كده وجميلة وامر كده. فقلت يلا من ضمن التغيير. طبعا في اخر الفيديو هعمل لكو جولة امر كده بسيطة جدا. انها اتشجعكو وتنشطكو. طبعا انا قلت في الاخر كده مسكت البخاخة وقلت روش الزرع ده كله اي طرابة اي حاجة بتطير كده بسرعة. وفي نفس الوقت بيبقى لونه كده زاه وجميل. اكنك غسلتي يعني اكني خدته كده في الحمام وغسلته غسلة حلوة. اهو في ثانية. بتلاقي شكله بقى انور معاك وكده. كل الزرع اللي عندك بالبخاخة كده. وإلا لو فيها كمان شوية دوني. ما ادراكي من الريحة ومن الجمال. وانت عاملة النهارده. خراس كده انا حاسة ان الدنيا تهوت قوي قوي عن الاول. حاسة ان شائتي كانت مكتومة ونفسيتها تعبنة زي صاحبتها. وهنا ادي تكاور اه اتكاور ها. يخرب بيت كده. ادي تشاور للبت كده. بقول لكم حطيتها هنا للكمبيوتر. اه قلت شكلها كده هيبقى حلو بردك وزريف ومنها بردك تغيير. عشان طبعا ما عنديش ترابيزة كمبيوتر ترابيزة كمبيوتر متكسرة بقى لها زمن يعني ورمين ايها. المهم جبت الكنب هنا كده مع بعضه. وقلت بردك تغيير كده احط هنا الترابيزة المدورة ديت شكلها بردك كده عجبني. وقلت ايه تغيير يعني. طبعا المشيات كلها بصة انا حطها فين اهي. مشيات كلها اهي. تمام? حطها كده في الصغلة. اه قلت بقى الحفزات اللي هي الصغيرة ديت قلت احطها كده. الجو بقى حر زي ما انا بقول لكم. فقلت بقى خليها كده اليومين دول. يعني ايه بقى شكلها كده تغيير. ويه تروجة مع كده تروجة احسن. اه تاخد لها يومين كده لو اني انا جوزي ما بيحبش الشكل ده خالص يعني ايه? وعايز الارض كلها مفروشة تمام? اه لكن الجو حر بقى زي ما انا ايه للكو كده ومش عايزة ايه? اكتم الديني. المهم بقى انا جبت الانطري كله هنا كده مع بعضه. دي بقى كانت ترابست الكمبيوتر ديت. المهم هنا جبتها كده. آآ قلت الحط عليها الحاجات البسيطة كده اللي احنا بنحتاجها على طول كده جنب ايدينا. وحطيت عليها مفرش بسيط كده كان عندي يعني مش جديد ولا حاجة. آآ وهنا بقى انا جبت البفاهات هنا تحت الشاشة كده زي ما كنت حطاها الاول. وجبت اللهم صالح على النبي يا رب اهو الانطري كله. واجعت دماغكه بسبب النسيان بتاعي. جبت الانطري بالشكل ده مش عافة وايجبكو ولا بس انا قلت تغيير. وحبيت الكنبتين يبقوا جمدوا بعض كده هنا علشان عيالي على طول عايزين الكنب يبقى قدام الشاشة زي ما انتو فاهمين بقى. بيتخنقوا على الكنب يا جميع. مين يوعد على الكنبة جيه ومين يوعد على الكنبة جيه? كده انتو عندكم الكلام ده صح يا كده? صح. بصوا بقى انا قلت من التغيير طبعا جبت الستير اللي هي البني اللي انا كنت بحطها في قودة عيالي. فقلت تغيير كده جبتها هنا. آآ وطبعا اللي هي الخفيفة خالص انا لسه بخسلها في الغسالة يعني. آآ فهجبها بحطها بقى في النص اللي هي البيضة الخفيفة دي. طبعا لميتهم كده من الجناب. اهو. قلت برضك تغيير كده. وايز اقولك انا نفسيتي بترتاح جدا لما بغير كده بحاجات بسيطة. ومش لازمة انا اجيب حاجات جديدة عشان اغير في شقتي. لأ بحاجات بسيطة جدا كده. وممكن ان انت تغيري المنظر ده وتحسبي يا كنده. وخلاص كده انا قلت الريسيبشن كله بصة انا ربعته كده يا اختي. بصي اهو. اهو. خليته كده بالمنظر ده. تمام? تمام. تمام. وخلصت الحمد لله. وعايز اقولك يا رب الفيديو يكون عجبك انا قلت اعملكو جولة كده بسيطة في اخر الفيديو. ومع السلامة واستنظر ان شاء الله مني فيديو جديد.